حضرتكم انت حريص انك تسيب فراغات لخيال القارق او تسيب مساحة لخيال القارق شايف قد ايه ده مهم شايف قد ايه ان مهم الكاتب يدي للقارق مساحة لخياله مساحة للنهايات مساحة لتخيله للموقف ده وهو حر يتخيله زي ما هو عايز يتخيله هو انا مش هقول ان هو مهم هو مهم بالنسبة لي انا من وجهة نظر حضرتك انا متفقين لكل كاتب لي طعمه و لي روحه و لي اسلوبه و لي افكاره احنا بنتكلم عن حضرتك اكيد انا من نفسي ما احبش اسقر بالوصف يعني ما اقولش يعني الشخصية ما احبش اوصفها احبش اوصف شكلها احب تصرفاتها توصلك انطباع عنها يعني انا كنت رسع ايل دفع حوار صحفي ان لو احنا اصدقاء واحنا تقابلنا بالليل على القهوة او تقابلنا عندنا صحابنا وباشتكلكم من مثلا مديري في الشغل او سواء تاكسي قابلته فمش اقول بقى الانفه معقوف واصبعه وصابعه وغليظة عمل وقاله وسوى لا هقول مدير في الشغل عامل كذا 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 او حضرتك هتاخذي الموقف واتكوني مثلا لو هو موقف لو هو موقف وحش فحضرتك هتكوني الملامح اكتر حد وحش انت تعرفيه تحطي عليه الموقف ده وانتي كمان عندي صورة مختلفة عن مديري لانا مستحيل لو جيت قلتلك وصفتونيك بالوصف الروائي هيبني ان شخص مضحك ممكن تسخره مني وانا قاعد لو انا بوصف الناس بالشكل اللي بيحصل في الروايات فانا رأيي الوصف هو بقى شبه الوصف اللي انا لو هوصف موقف عادي وانما نتقابل فلازم يكون هو ده كمان الوصف الروائي مش يعني من نحيتي انا ستطعمه وهو كده وهو بسيط خالص يعني والقار يبتدي كون بقى يحط الملامح من عنده هو من غير ما اقول له حط الملامح يعني مع نفسه كده بشكل تلقائي لان القار كمان فرايي عايز يعبر وعايز ياخد الموقف ده ويحس ان هو حصل معاه قبل كده فمعها يعني محجمش خياله ووصف له كل حاجة فلما وصف له كل حاجة اه هو يتخيلها في دماغه انما لما ديله بس شوية حاجات صغيرة هو يبتدي يعمل ديكور مع نفسه ويبتدي يخلي شكل الترابيزة زي ما هو عاوزها او زي ما هو متخيلها بالنسبة العالم ده شكل الناس شكل اللي بسهم فحسيت ان ده او دايما بحس ان ده بيكون افضل وانا بكتب واحب كمان اقراءه دايما جميل وده طبقته في النهايات كمان يعني حتى في النهايات بعت الرواية بتاعت حضرتك كنت حابب ان النهايات تكون مفتوحة وديت مساحة لخيال القار ان هو ينهي كل القصة زي ما هو عايز وانا بحب النهايات المفتوحة في الحقيقة يعني اعتقد ان النهايات اللي حبكة ويحصل هنا او عافش ايه فتحصل النهاية السعيدة والنهاية الحزينة ان ده مجهود انا ممكن هون بعملوه طبعا انا بحترم كل الاعمال دي بس انا مش بكتب بالشكل ده انا بكتب وانا فاتح صفحة بيدة وعمال اكتب مجموع وخطط هاوصل لفين الشخصيات دي اللي بتحرك لوحدها فجيت هنا مثلا وخلاص يعني حسيت ان انا ما عنديش حاجة تانية اقولها ودي تنفع النهاية كويسة جدا لو حصل بعد كده هيبقى تأليف وطبعا هو كل ده تأليف بس انا رأيي اني تأليف عن تأليف افرق فيه تأليف وانا لسه عندي حاجات عايزة اقولها فبألف وانا مستمتع وبيكون تأليف يعني صادق جدا جدا انما لما حاول اوصل لشكل معين شبه الروايات الكلاسيكية يحصل هنا معرفش ايه ويتم الابضع يعني الحاجات دي احس ان ده تأليف مزيف بالنسبة لي انا معرفش عمله في الحقيقة فبحس اني شبه حياتنا العادية حياتنا بتنتهي مش بشكل سينمائي يعني بتبتدي ورحلاتنا وقصصنا بشكل عادي خلص وعابر ففي رأيين ده قرب لحياتنا وشكلنا فبحس انه هو اصدق وهو ده اللي بعرف اكتبه فبعمله يعني النوع ده من الروايات بيقبل عليها اكتر شباب ولا كبار ستات رجالة يعني عملت قبل كده كده سوفيه حاولت تعرف النوع ده من الروايات مين اكتر فئة بتقبل عليه هو انا في الحقيقة كل اعمالي بتختلف مرة عن مرة فلسه مش عارف اعمل اكون التصور ده وانا مش ببقى حاطت في دماغي الاعتبارات دي كلها يعني انا ببقى عايز اعمل حالة كويسة وجديدة وغير قبل اللي انا عملته واكتب كتابة بقى كون مستمتع وانا بكتبها انما النتائج اللي بتحصل بعد كده ما عنديش في الحقيقة توقعات مين بيحبها ومين بيحبها ما بتفكرش في الموضوع ده ما بتوجهش للكلام ده ما يعني احيانا ممكن البني ادم او الكاتب او الفنان لما بيكون بيعمل اي عمل فني اي مكان ايه هو نوعه احيانا بيبقى موجه لفئة عمرية معينة احيانا بيبقى موجه لجمهور معين نسائي شبابي اطفالي ايا مكان ايه محتوى اللي بيقدمه حضرتك ككاتب ما بتفكرش في الشكل ده خالص انت بتطلع الخيال اللي عندك وبتكتب ويروح لصاحب نصيبه فيه نازل تعمل لها يعني بتباع عملية تجارية انا عايز اعمل للشكل ده عشق خطره يبيعلي الناس الفلانين لكن انا بعملها بشكل فني في الحياة فما احظت في دماغي مين هيقراها هي تجربة بالنسبة لجديدة يعني بتعجب النقاط بتعجب مجوعة من القراء يعني ابقى سعيد جدا بتعجبهم ولا بتعجبهمش كمان بستفيد من تعليقاتهم ولكن النوع ده بيبقى هو عايز يعمل يعني وده مشروع رواية تجارية يعني هي لازلة قيمتها الفنية مش مهمة اوي مهم انها تجارية ان تكون بيتبيع كدير مهتمة اوي اعرف الاعراف او القوانين او جزء من القوانين الخاصة بالتوائم المتصقة يعني كانت ايه شكل اعرافهم كانت ايه شكل قوانينهم ايه اللي عندهم صح و ايه اللي عندهم غلط ايه اللي عندهم ينفع يعملوه ايه اللي ما ينفعش يعملوه اوكي او ممكن اقولك يعني يعني ديني كده هنت اول حاجة ان هما ما يختلفوش قدام الناس خالص ابدا احنا قدام الناس متفقين تاني حاجة وهي برضو تيما تماشية في الرواية كلها ان هما بيهتموا بصغائر الامور يعني مثلا فيه في الرواية قصة البطل ابنه بيتطوه تمام وبيضيع فمفروض دلوقتي ان هيدوروا عليه فتلاقي يعني كل الابطال مزينا يعني احنا نكون اول حاجة تيجي بلنا هندور عليه هنخرب الدنيا وهندور في كل حده هما كلهم على اجماع ان فيه حاجات تانية مهمة اهم ممكن تبقى من ضيع طفل فهما دلما بيهتموا بصغائر الامور وانا طبعا انا نقصد بها يعني شوات حاجات في نفسي وفينا كلنا يعني 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 مزينا يعني احنا ممكن نكون يعني بنهتم بحاجات كبيرة مثلا في حاجات انا طبعا انا مش عايز المسل ده بس لغباطنا شوية مهتمين وعلى اجماع ان فيه حاجات اهم من الحاجات الكبيرة اللي هي حاجات يعني بسيطة خالص وتفاهة خالص تفاهات اكتر هما مهتمين بصغار الامور بس يعني الرواية كلها مهتمة بصغار الامور اه اوكي ايه الحاجات اللي عندهم ممنوعة غير ان هما يختلفوا قدام الناس اديني ممنوعات تانية ايه الممنوعات ايه المحذورات عندهم متوقع ملتصقة فاعرفهم يعني يعني مثلا هما في مرحلة مبكرة يعني انا عملها مرحلة امام ببكرة ابن البشرية مثلا هما لسه بيدوروا على فكرة الارض مسطحة ولا كروية يعني وحاجات تانية مثلا زي يعني كل النظرات العلمية هما بيبتدوا يعني لسه في مرحلة ماتاريخية بيدوروا فيها مثلا هما بالنسبة لهم لو قلت قدام ان الارض كروية او مستديرة فهما بيمسكوا في الحجر اللي هما عادين عليه خاصة يقعوا من على الكرة دي فانا حاولت انا تخيل في الفترة دي الناس كنت تفكروا بالشكل ازاي ايه اللي بيزعلهم ايه اللي بيفرحهم بيحبوا ايه ما بيحبوش ايه بيحبوا الاكل مثلا ما بيحبوش الاكل بيحبوا الموسيقى لا ما دخلت لاشتفاصيل اوه بس هي شبهنا في الحاجات كده لما بيأكلوا بيأكلوا طبائين لما بيشربوا يعني واحد بيشربوا الاول بعد كده بيشربوا التاني يعني كلها حاجات شبه كده بضربها في اتنين يعني هي حياتنا بس بضربها في اتنين ايه الجديد اللي عند حضرتك وبتحضر ايه للفترة اللي جاي يعني فيه حاجة بكتبها رواية صغيرة بس لسه ما انتهتش منها هي علاقة بالخيال برضو لا هي فتح صرف عالم شبه عالمنا يعني شخصية شبهنا مش خيالية بقى مش فانتازية وكده جميل واضح ان حضرتك بتحب النوع ده من الكتابة او يعني دي الرواية اللي احنا بتتكلم عنها وهي جزيرة الاخ الاخ ده اول مرة تكتب النوع ده من الكتابة قبل كده كتبت ايه؟ كتبت رواية اسمها بيت المساكين دي شخصيات بقى عادية والناس عادية يعني شخصيات عادية يعني بتحصل في الصعيد دي اول مرة اعمل يعني اروح حتة دي بس حقيقة ارددتلي افعال كويسة بالنسبالي يعني منكر تكررها تاني اه واتمنى كمان ناس كتير تكررها يعني في العالم ده يكتبوا فيه ان شاء الله والفترة اللي جاية بتحضر لرواية جديدة اه هي اللي قلت حضرتك عليها يعني رواية قصيرة ان شاء الله تنزل بس اكيد يعني السنة دي في اخرها كده ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة